السحر السحر هو أكبر بوابة لدعوة الناس للشرك من الله صلى الله عليه وسلم السحر يكفر كفر أكبر السحر يكفر كفر أكبر يدعوة الله سبحانه وتعالى وهو يعبد الشيطان ويريد يعبد الناس للشيطان وهو أشق الناس صلى الله عليه وسلم لا يصدق ولا يسمع له ولا يمكن أن نأتيه ولا نتصر عليه ولا نرسل له رسالة ولا نرسل له شخص من الناس ولا نفتح القنوات الإنترنت أو قنوات تلفزيونية للسحر ولا نقرأ المجلات التي فيها القراءة عن الأبراج ما يكون يوم إذا برجك كذا وكذا أو قراءة الكف أو قراءة فنجان القهوة بعد أن تشرب يقلبوها كذا أو يقرأوه أو قراءة فنجان القهوة بعد أن تشرب يقلبوها كذا أو يقرأوه كما لا نرسل أو قراءة فنجان القهوة أو قراءة فنجان القهوة أو قراءة فنجان القهوة لو أحد صدق الشاحر أو الكاهن كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وإذا أتا فقط لا تقبل لو صلاة 40 يوم إذا وقع السحر يعالج بالرقة الشرعية ويعالج بالدعاء ويعالج بالأدوى المباحة الحجامة العسل أما أن السحر يعالج بالسحر هذا مخالف للكتاب والسنة ومخالف لأقوال السلف والأئمة وفي تقوية للسحر وتضعيف للتداوب القرآن التداوب القرآن يقين لأن القرآن يكون قرآن لا نشك أن القرآن في شفاء ولا نشك أن السحر ليس في شفاء فكيف نترك الشفاء ونرجع لغير الشفاء لا يفلح الساحر ولا نخاف منه نخاف من الله سبحانه وتعالى نترك الشفاء ونقوم بسرع ونقوم بسرعة الشفاء ونقوم بسرعة الشفاء ترجمة نانسي قنقر